سر أجمد عصير بالنعناع سأضع السيرب سأضع كباية من السكر سأضع كباية لربع من المياه سأضع السكر والمياه على النار سأضع السكر سأضع السكر بسيطة سأضع النعناع بحزمة من النعناع الأخضر سأضع النعناع سأضع السكر سأضع السكر سأضع السكر تضعفها الشربات دي اضعفوها مفيش مشكلة خالص لو انتوا هتعملوا كميات اكبر اسيب بقى كده ان يعناع بتاعي يغلي مع السكر والمية على النار وبعد مرور خمس دقايق هجيب لون اخضر غزائي واحطه كده هنزل منه تلات اربعة نقط على الشربات بتاعي بصو اللون ده كده انا حاسيت ان هو فاتح فقلت اغمقه شوية حطيت نقطتين تلاتة تاني من اللون بصراحة اللون ده ما كانش قوي قوي معي هاسيبهم بقى يغلوا على النار كده حوالي عشر دقايق وبعد كده هرفحهم من على النار هسيبهم كده يغلوا اول ما يغلوا كده هوطي عليهم النار واسيبهم بالزبط عشر دقايق اثناء بقى ما الشربات بتاعي بتعمل على النار اطعت كده شريح من اللمون رجعت تاني ابص على الشربات لقيته خلاص كده عدى عليه عشر دقايق فهاتحي بقى النار ويأسيبه على جنب يهدى شوية وهقطع كمان شرائح كده او اللمونة انصاصة حش هنعمل بها عصير هاخد كده شوية لمون بحيس ان انا لما عصورهم يعملون لي نص كباية من عصير اللمون بالشكل ده كده هصفي بقى النعناع بتاعي خلاص هو وهيدي شوية هصفي كويس هصفي بقى كده السيرب بتاعي كويس بصوا قوان بتاعه ما شاء الله تقيله وكمان هنا كان لسه سخن ما كانش برد على الاخر كمان لما يبرد القوان بتاعه هيتقل اكتر هحتفز بقى بيه في التلاجة لحد ما جهز بقيت المكونات عندي هنا نص كباية من السكر نص كباية من عصير اللمون اللي احنا عصرناه هنا مع بعض وعندي كمان مية ساعة من التلاجة هحط بقى السكر كده في الشفشق بتاع الخلاط وحط عليه عصير اللمون وهنزل عليهم المية الساعة لو انتو كمان الخلاط بتاعكم اللي هو الشفشق او ازاز ده اللي بيكسر التلج ممكن تديفه تلج في الخلاط لكن انا بصراحة مش هينفع ان انا احط تلج في الخلاط بتاعي كده نزلت كل المية اللي انا عاوزيها لتر من المية على نص كباية من اللمون ونص كباية من السكر هحضر بقى الكسات بتاعتي كسات بتاعتي تكون شفافة كده يكون افضل عشان يبان الشكل الحلو اللي احنا عاوزين نعمله هنحط فيه كده شوية من السيرب بتاع النعناع اللي احنا عملناه ده ودي اول حاجة في العصير بتاعنا علشان بقى نفصل الطبقات عن بعضها ونشوف الشكل اللي احنا بنشوف في الكافيهات ده الشكل اللي بيعجبنا قوي ما بنبقاش عارفين هو معمول ازاي هنجيب كده مربعات من التلج وهنجيب كيس تلاجة نضيف وهنحط فيها التلج ده وهنحاول ان احنا نجرشه كده نخبط عليه كده بين الشابة او بشكوش اي حاجة تقيلة نحاول ان احنا نكسره كده يبقى زي المجروش بالشكل ده كده بعد بقى ما قصرت التلج بتاعي ده هو ده اللي هيبقى فاصل ما بين شربات النعناع وما بين اللمون مش هيخليهم يختلطوا مع بعض هحط بقى كده كمية من التلج على النعناع على شربات النعناع بالشكل ده كده بجد يا جماعة العصير ده منيش جدا جربوا الوصفة دي هتعجبكو قوي ويا ريت اللي جرب الوصفة يكتب لي رأيه في الكومنتات وتنسوش بقى تعملولي لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا مني كل الوصفات الجديدة ان شاء الله كده بقى انا حطيت التلج بتاعي في الكسات وطبعا زي ما اتفقنا لو انتوا حابين ان انتوا تزدعفوا الكمية ما فيش مشكلة خالص ممكن تضعفوا كمية الشربات دي وتحتفزوا فيها وتحتفزوا بالكمية الشربات في ازايز في التلاجة ولما تحبوا تستخدموها تطلعوها هنعمل ايه بقى كمان عشان نزود الشكل جمالا بقى ويكون بالضبط زي اللي احنا بنجيبه او بنشوفه في الكافيهات برا ايه هنحط شرايح اللمون كده على الجنب هنزلقها كده ما بين التلج بحيث ان التلج يكون مسكها وما تتحركش مني لما حط عليها العصير اللمون بتاعي بالشكل ده كده انا بس هعدل دي لان هي كانت مقلوبة فانا هعدلها بالراحة كده انا ضربت بقى كده اللمون بتاعي في الخلاط وهبتدي بقى ان انا انزل بيه على العصير بصوا بقى دي احلى بجد فقرة في الفيديو كله الشكل اللي احنا شايفينه ده شكله جميل جدا بجد منعش جدا العصير ده وكان طعمه جميل جميل جدا جربوه وان شاء الله الوصفة هتعجبكم وقلوا لي رأيكم في الكومنتات وبكده نبقى خلصنا العصير الجميل بتاعنا هنزينه بس كده باوراق صغيرة من النعناع وشرايح من اللمون على حرف الكاس من فوق ولو حبيتوا بقى انتو تحطوا شالموه فيه وتقدموه لأولادكم مفيش مشكلة خالص هيبقى برضو جميل قوي بس بصراحة هو كده يعني حتى من غير ما نحط النعناع عليه ولا شريحة اللمون من برا هو كده شكله في منتهى الجمال مش محتاج زينة اكتر من كده هو الكاس ما شاء الله بيتكلم ويعني لوحة فنية بصراحة انا حاسة ان هي لوحة فنية هنحط كده اوراق النعناع على الجم لو ما حابتوش ان انتو تحطوا النعناع كده خلاص اسبكوا بقى تتفرجوا على بقية الفيديو اشوفكم في وصفة جديدة باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة